اللي بيحصل بقى في على الارض بالنسبة للحرب الروسية الاوكرانية اوكرانيا اعلنت سيطارة قوتها على قرية اندريفيكا في قرب بخموت كل شوية على فكرة في عمليات قر وفر وموضوع طبعا معركة بخموت مستمرة حتى الان وبرضو بيتم الاعلان عن سيطارة روسيا على بعض الاماكن او قرى ترجع بعد كده روسيا تنفي وهكذا المهم روسيا ارسلت مقاتلة من تراز ميج 31 لعتراض طائرة امريكية فوق بحر بارنس بعد اسبوعين على تعيين رستوم ايميراف حملة اقالات تشمل ستة مسؤولين بالدفاع الاوكرانية الرئيس ترامب علق على فكرة على الموضوع الخاص بهذه العملية وانها طولت جدا وفيه تحذير برضو من انه الفترة اللي جاية في الشتاء ممكن المعارك هتكون اصعب كتير وايضا اوكرانيا كانت اعترفت بان هي غير متقدمة او ما انجزتش في الضربة المضادة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قال انه كان بامكان اوكرانيا تجنب تصعيد النزاع مع روسيا الاتحادية لو قبلت كييف ما قال عنه ترامب انه تخلي كييف عن جزء من اراضيها وده كان تعليق للرئيس ترامب في احدى المقابلات اللي قام بها الايام اللي فاتت وقال انه كانت اوكرانيا هتتجنب كل هذا الحرب وكل هذه الخسائر لانه كان هيبقى اتفاق بخسارة بعض الاراضي على نطاق اصغر بكثير من تلك التي قامت بها روسيا بضمها فعلا وقال كان من ممكن ان يتوسروا الى اتفاق ولم يكن احد حينها ليموت يعني انه في خسارة ارواح وانه بالفعل دلوقتي روسيا سيطرت على اماكن اكتر من اللي كان بيحاولوا يتفقوا عليها قبل ما يدخلوا في هذه العملية بحسب الرئيس السابق دونالد ترامب بيقول ان الاتفاق ده كان هيسمح لسلطات كييف بانقاذ البلاد